أحباء المشاهدين رح فيكن بحلقة جديدة من برنامج بلا قيوب من فترة وصلتني رسالي بتقول أخت كاتيا لقد وصلت إلى مرحلة اليأس رغم معرفتي بقدرة الله لقد أصبح الألم وعدم القدرة على العيش بسلام وفرح وانضباط يطفو على السطح من خلال كل سلوكياتي المنفعلة العصبية غير المتوازنة أحيانا أفكر أن العمل الجيد وتثقيف الذات والزواج وبعض رفاهيات الحياة ربما تساعدني أن أكون أكثر هدوءا ربما ستجلب لي السلام ولكن إن حصلت أو حصلت على أي شذرة سلام تكون كصحوة الموت لا يمكنك أن تعرف حجم الخوف في داخلي الذي يمزق حياتي وحجم الألم أنا أشعر أن هناك سكين مزروع في أحشائي يقطعني طوال الوقت أتمنى أن أترك بمكان في الطبيعة لأصرخ وأصرخ ليخرج كل ما في داخلي من بكاء وألم أنا أعيش في ازدواجية لا يعرف بها أحد أتمنى أن أعيش الحياة لكني أمام حقيقتي التي لا يعرفها أحد أنا لا أحترم نفسي ولا أحبها أريد أن أتخلص من الماضي من ثقل أفعالي هل من يرى دموعي وعذابي هل من رجاء هذه الرسالة هي اللي خلتني حضر حلقة اليوم بالعادي كلنا بنعمل المستحيل حتى نقدم نفسنا للناس بأفضل صورة ممكنة ما منخبر أي حدا الأشياء اللي بتبيننا الضعاف الأشياء اللي بتزلنا الأشياء اللي بتقلل من قيمتنا لأنه بدنا كل الناس ياخدوا عنا فكرة أفضل أو أفضل فكرة لأنه أهم شيء بحياتنا أنه الناس يحبونا ويحترمونا أكتر شيء مفزع بحياتنا هو أنه نكون مكشوفين مثل ما نحنا قدام الناس الناس يشوفوا كل شيء فينا مثل ما هو أكتر شيء مهين بحيات الإنسان هو أنه الناس يشوفونا عريانين لأنه إذا كنا عريانين قدام الناس منحس بالضعف منحس بالخطر منشعر أنه نحنا مكشوفين ما في شيء بيحمينا شو يلي بيعطي أي إنسان القدرة أو القوة حتى يقدر يشارك أفضع أسرار أفضع أسراره وأبشع أمور ممكن يكون عملها بحياته أبشع مشاعر ممكن لأي إنسان أنه يحس فيها مشاعر العار شو اللي بيعطيه هو أنه يشاركه مع أي إنسان فضاعة الألم فضاعة الألم هي اللي بتعطينا هذه القدرة مرات راجاء حياتنا الأمل الوحيد بحياتنا الأمل الوحيد لشفائنا بيتوقف على قدرتنا أنه نحنا نحس بالوجعة سرطان مرض خبيث لأنه بينتشر فينا بلا إنذار بلا إشارات بصمت بدون أي ألم لحد ما يتمكن مننا ومرات ما منشعر بأي شيء لحد ما يكون السرطان فات بكل خلايا جسمنا ودمرها شعور بألم النفس عذاب النفس ربما هو النعمة يلي عطانا إيها الله حتى تخلينا نصرخ حتى تخلينا نطلب العلاج ومعظم الأحيان الله بيستخدم الألم بحياتنا حتى يواعينا لحاجتنا للتغيير الله بيستخدم بحياة المؤمن الألم حتى يحضرنا لوثبي روحي بحلقة سابقة قلت أنه أهم إحساس لنفس الإنسان هو السلام بالسلام منحس أنه نفسنا مكتملة نشعر بحالة اكتفاء كاملة وكأنه نحن أقرب ما يكون لحالة الكمال بالمقابل أسوأ شعور ممكن الإنسان أنه يشعر فيه يعني السلام هون وأسوأ شعور هو العار يعني أفضل شعور وأسوأ شعور ولسيما إذا هذا الإحساس إذا الإحساس بالعار جاي من أشياء نحن عملناها العار خليني أقول هو جحيم المشاعر لكن هذا الجحيم هذا العذاب ما منحس فيه إلا لما منوعة لما بيصير عندنا وعي بفضاعة وبشاعة العمل الخطي يلي نحن عملناها لما منوعة الإنسان لما بيوعى من بعد ما يرتكب جريمة أو سرقة أو خيانة أو حتى كذبة نشعر بأقصى درجات التفتت نشعر بتمزق في شي جواتنا عم ينهار في تشار ذم نشعر بخوف بضياع في أشخاص بينتحروا لأنه ما بيقدروا يتحملوا يلي عملوه معظم الأحيان الإنسان بيعزل نفسه عن كل العالم بينفي نفسه من الحياة بعض الناس بيتحجروا الخطيئة بتكسر شي جواتنا بتكسر شي جواتنا بيخلينا نسأل عن معنى الوجود عن معنى حياتنا في شي جواتنا بيخلينا نحس لازم شي يتصلح لكن بالمقابل عنا إحساس وكأنه حالتنا لا يمكن أنه تتصلح لأنه لا يمكن نقدر نقبل يلي عملناه لا يمكن نقدر نسامح نفسنا لا يمكن نقدر نشوف نشوف نفسنا من جديد وكأنه نحن صفحة بيضة أبرياء ماش الخطيئة بحد ذاتها هي اللي بتخلينا نشعر بهذا الدمار الداخلي فيه أشخاص بيضلون يعملوا الخطيئة كالحقيقة ما عندهم أي شعور بهذا خليني يسميه التمزق والتفتت لكن يلي بيخلينا نشعر بهذا الدمار هو الوعي لما منوعة لما منحس لما منفهم لما منقدر نقدر أثر وفضاعة وتأثير الشر يلي عملناه على حياتنا على حياة غيرنا على براءة نفسنا على براءتنا على علاءتنا مع الله الخطيئة بالمفهوم اللغوي بالكتاب المقدس بتعني أنه الإنسان أخطأ الهدف يعني أخطأنا بسلوكنا نحو الهدف الأسمى يلي هو الخير والارتباط بالله الهدف الأسمى يلي هو أنه نعيش في الحق بعلاقة مع الله أخطأنا الهدف أخطأنا في اتجاه حياتنا وسلكنا بعكس الحياة سلكنا إلى الدمار خليني أقول سلكنا وكأنه بعكس الشي يلي بوصلنا للجنة إلى الشي يلي بوصلنا للجحيم جحيم الفكر جحيم المشاعر جحيم الحال النفسية جحيم الحياة يلي كيان الإنساني فإذاً هيدا الوعي بحقيقة حالتنا مرات منشوف بالأفلام أشخاص من بعد ما يرتكبوا خيانة أو جريمة بيرقدوا على الحمام مثل المجانين وبيحاولوا يغسلوا نفسهم بطريقة مش طبيعية منشوفنا عم بيغسلوا بيغسلوا بيحطوا صبون وماء لا لأن الشر بيخلينا نشوف حالنا موسخين موسخين لدرجة أنه صبون العالم كله ميت العالم كله لا يمكن أنه تقدر تنظفنا داود بالمزمور 51 من بعد ما ارتكب الزنا والقتل لموعي لفضاعة سقوته لفضاعة الشر يلي عملوا قدام الله قال للرب اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني اغسلني كثيرا ليش كثيرا الله لما بيطهر بيطهر ولكن هيدا شعور داود أنه محتاج عنده شعور أنه مش أي غسيل ممكن ينطفه مش بسهولة ممكن ينضف مع أنه إيد الرب هي يلي عم بيطهر هيدا إحساس بفضاعة الزنب هيدا وعي بحقيقة حالتنا خليني أقول المزرية حالتنا المأسوية استحالة الحالة يلي نحنا فيها استحالة احتمالنا لحالة العار يلي نحنا عايشينا لأنه الإنسان مش محضر مش معد الله ما صمم الإنسان حتى يقدر يتحمل فضاعة الشر فضاعة الشعور بالعار الأشخاص يلي منفكر أنه هني عايشين بالشر وعايشين بالإثم وما عندهم مشكلة وما نفكر أنه مش فارق معهن بالواقع نحنا منكون عارزين أنه نقرأ حالة قلوب الحقيقية وهني كمان عاجزين أو قامعين حالة القلب الحقيقية منعينا أنه تظهر لأنه بيصير فيه تدفق من المشاعر السلبية بتخلي الإنسان يصاب بالجنون لما بيعرف فضاعة حالته هشاشة حالته الخطيئة إذا ما وصلتنا للوعي رح توصلنا للتحجر الكامل ما بيعود أي إحساس يحركنا ما بيعود في عنا ولا أي حقيقة الهقيمة منصير مبرمجين أنه نعيش بكذبة نقبل الكذبة نعملها نصدقها ولما منعيش بكذبة مع نفسنا ما منعود نحترم نفسنا وما منقدر نحب نفسنا بالتالي ما منقدر نحب أي حدا علاقاتنا كلها كذبة كبيرة خليني أرجع شوي للوعي الوعي لما نحنا منرتكب أي شي بيأزينا بيأزي الآخرين ومنشوف أنه فيه شر فضيع بعد حياتنا عن طريق الخير والصلاح لما عيوننا بتنفتح على فضاعة الشر يلي عملناه لما منشوف حالنا بهيدا الوادي الأسود يلي نحنا عايشين فيه هيدا الوعي هو سيف إلو حدان ممكن يخلينا نفكر أنه الحل الوحيد هو الموت قدام العار يلي جبناه على نفسنا على بيتنا على عيلتنا على حياتنا أو قدام استحالة أنه نحن نقدر نرجع أو نسترجع كرمتنا نبني اسمنا اسم الإنسان غالي كتير سمعتنا غالي كتير وإلها قيمة وأهمية هي وجودنا بالمجتمع بين الناس لكن فيه شيء أهم بكتير هو كياننا كيان الإنسان جوهر الإنسان كون الإنسان هو الغاي وهو الأهم بعين الله والإنسان ما بيتشكل إلا بمطحنة التجارب تجارب يلي بتطحننا وبترجع تشكلنا من جديد يعني خليني أقول الإنسان ما بيتشكل إلا لما بيتصير حياته فوضى عارمة ومن الفوضى بيقدر يرجع يبني نظام جديد حياة جديدة التجارب السعيدة مش هي يلي بتشكل الإنسان ما بعرف قديش فينا نقول إنه في بحياتنا تجارب سعيدة قدي عددها تجارب الألم والمعاناة هي يلي بتخلينا نوصل لحالي خليني أقول مع إنه هي فوضوية ولكن هي أصفة لحظة ممكن نشوف فيها حقيقة إنسانيتنا وحقيقة حياتنا حقيقة ضعفنا وحقيقة محدوديتنا نحن بمجتمعنا العربي أكتر من أي مجتمع تاني بالعالم نعمل من العار مقبرة للنفس مقبرة للإنسان يعني من مجد العار من مجد السقوط وبالتالي من مجد حالة الموت على حساب الحياة ومن مجد ضعف الإنسان على حساب قدرة الله حتى الأموص العربي الأموص العربي من دون ما يحسبوا نفسهم من دون ما يحطوا نفسهم بهذا المكان لما نفس التجربة بتصيبهم وكأنه مجرد ما حدا يوقع بصير أنا أفضل منه لا هو يوقع تلقائيا أنا أفضل منه بدون ما يكون أنا عملت شيء لأنه هو يوقع أنا أفضل منه لكن بالمقابل خلينا نشوف إذا فتشنا بأموص بيعطي للأحسيس الإنسانية معناها المجرد معناها كأحساس في داخل الإنسان مثلا حابيت فتش عليها للكلمة باللغة الإنجليزية شيم يعني العار بيعطيك المعنى أنه هو شعور مؤلم بالذل شعور مؤلم أول كلمة بيقولك ياها في ألم بنفس الإنسان اضطراب وتشويش في النفس بسبب وعينا فإذا الإنسان عنده وعي عنده وعي بمأساته عنده وعي بالسلوك الخاطئ بالفعل الأحمق بالعمل الغبي يلي عملناه نفس الشي باللغة الفرنسية أونت بيقولك معنا الكلمة العار ألم وضياع وإرهاق ثقل وتبعثر في النفس تبعثر في النفس مش تعو سبه لأنه وقع وإنت أحسن منه لأنه وقع المسيح قال قتيت لأعطيهم جمال عوضة عن الرماد الخطي بتحول عنده قدرة أنه تحول كل أمجادنا وكل فخرنا وكل الحياة يلي بقلبنا لرماد لكن قوة الله لأنه هو الخالق لأنه إله المحبية اللي ما بيحدى شيء لأنه إله الأبدي مش إله الزمن المحدود والتجارب المحدودة إله الأبدي بيشوفنا بعين الأبدي بعين الأبدي الله بيتعامل معنا لهيك هو قادر يفدينا ويرجع فرحة الخلاص ويرجع لنا الشعور ببراءتنا ما في تجربة بحياتنا مهما كانت سيئة الله ما بيستخدمها حتى يتمجد هو من خلالها ويعزينا ويعلم الآخرين تجاربنا مش كلها تجارب هدر لحياتنا أو هدر للوقت الله قادر أنه يفتدي كل تجربة من تجاربنا إذا سلمنا تجاربنا إذا بوعينا قررنا أنه ما نبقى من الموت ولكن ننده النادي إله الحياة بتواضع بإيمان وبرغبة بالتغيير مش أهم شيء هو الصورة الخارجية ومش أهم شيء شو الناس عم بيشوفوا قبل حكم الناس علي وقبل حكمي على نفسي في شيء أهم من نظرة الناس في حقيقة مثل ما قلت حقيقة وجودنا الأبدي كإنسان حقيقة معنى حياتي حقيقة وعي بإيمة حياتي هيدا الوعي يلي تشكل جواتي هيدا الوعي يلي بيميز الإنسان عن كل المخلوقات هيدا الوعي يلي بيعطينا سمو إيمتنا هيدا الوعي يلي بيربطنا مباشرة بمعرفة الله وعلاقة مع الله خالقنا بين السماوي الوعي حتى بأسوأ حالاتنا بيخلينا نعرف إنه في شيء أكبر مننا ممكن نلجأ له بحياتنا مصدر إيمتنا ومصدر كرامتنا هيدا الوعي يلي بيخلينا نتقلم من الشر ولسيما لما نحن بنرتكي بالشر مثل المقل سببه إنه في شيء بداخلنا بيخلينا نحس ونعرف ونتأكد إنه نحن أفضل من هيك بكتير أفضل من السقطة وأفضل من التجربة وأفضل من الشعور بالعار مهما كانت تجربتنا فظيعة نحن أفضل من السلوك القبيح أفضل من التصرف الغبي أفضل من العمل الشرير وبإمكاننا إنه نغير حياتنا من وين جبنا هيدا الإحساس؟ مثل ما قلت من وعينا بكرامتنا بيسومونا بحقيقة إنه نحن مخلوقين على صورة الله نحن مش بس طينة جبلة الطراب لكن بدمائرنا بوعينا بروحنا بأفكارنا بأفعالنا بأدراتنا على الإبداع بإمكانات فكرنا يلي ما إلها حدود نحن منعكس صورة الله الخالق القادر فينا صورة الأقدس صورة الأطهر وصورة الأسمى من كل شيء خليني أقول مباركة الدموع الحارقة يلي بتحسسنا بفضاعة خطيتنا وفضاعة الشر يلي عملناه مباركة مباركة لأنه هي يلي بتذكرنا أنه فيه رحمة وفيه نعمة بتذكرنا بالحق ولكن بنفس الوقت بتذكرنا بالنعمة بتذكرنا بحقيقة حالتنا الإنسانية هذه الحقيقة حالتنا الإنسانية بتخلينا نوع أنه فيه الله عنده رحمة ونعمة لأنه مش بس إله الحق إله الحق وإله النعمة فيه توبة فيه توبة مفتوحة قدامنا هاي دي التوبة هي راجائنا هي أول جرعة من شفائنا هي مخطط الله الكامل للإنسان وبتخلينا نشوف أنه المحل اللي نحن فيه منه نهاية ولكن نقطة تحول لأنه أحيانا بس من خلال أخطاءنا الفضيعة مثل ما قالت منكتشف محدوديتنا طالما ما فيه أخطاء في حياتنا منعيش بيكب رياء منعيش منفكر حالنا أفضل من كل الناس ما منقدر نشوف هاشاشتنا واحتياجنا لأله ما منشوف احتياجنا للسلطة الأسمى للفكر الأسمى للحب اللي محدود إلا لما منعرف محدوديتنا ما لا واحد منا هو إله نفسه ولا واحد مننا بيعرف كل شي أو حتى ولا واحد مننا بيعرف أقل شي لازم نعرف عن طبيعتنا أو عن الله أو عن معنى الحياة الروحية شو هي الحياة الروحية وأصعب شي علينا كبشر أنه نحن ما منعرف نفسنا العالم بيقلك اليوم كون صادق مع نفسك شو هي نفسك شو بتعرف عن نفسك شو يعني كون صادق مع نفسك فيك تستخدمها مثل مبادك أنت حر عيش بحرية شو هي الحرية شو هي حريتك كلمة عملاء مفهوم مفزع إذا ما كنا عارفين نفسنا ومحدوديتنا إذا مش عارف قدرات الشرية اللي بتكمن جواتك إذا مش عارفي إنه الحرية الحقيقية ما بتولد إلا من ضبط النفس وإنه الحرية الحقيقية هي خضوع لمسئولية تحمل مسئولية أفعالنا وإلا صارت الحرية مميتة إذا أنت أو أنت شعرين اليوم بألم كبير بسبب مشاعر العار يلي جواتك أو جواتك بسبب الخطي بسبب الخطايا بسبب الماضي الفضيع تأكد أنه أنت بمكان نعمة وتأكد أنه في نعمة لا تقاوم يعني في نعمة ولا شيء ممكن يقدر يوقف بوجرة عم تشتغل بحياتك وبحياتك في نعمة لا تقاوم تشتغل بحياة المؤمن وهي محبة الله الأبدي وشفاعة الرب يسوع الرب يسوع قال لابطرس بعشاء الفصح الأخير قبل الصلي قال له سمعان سمعان هو ذا الشيطان طلبكم طلبكم لكي يغربي لكم كالحنطة ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك وأنت ما ترجعت ثبت إخوتك فقال له يا رب أني مستعد أن أمضي معك حتى إلى السجن وإلى الموت فقال أقول لك يا بطرس لا يصيح الديك اليوم قبل أن تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني يبدو أنه تجاذب بطبيعتنا بين الخير والشر بين شهوة السمو والصلاح وشهوة السقوط إله على حياتنا نفس نفس القوة بيتجاذبونا بنفس القوة يا رب أنا مستعد موت عنك هذا تفكير بطولي لكن بلحظة الواقع بلحظة التجربة يلي هي النار يلي بتمتحن أناعاتنا وإيماننا وحقيقتنا وقوتنا بطرس قال لا أعرف هذا الرجل ما بعرفه الرسول بولوس بيقول ويحي أنا الشقي من ينقذني من جسد الخطيئة بدي أعمل شي صالح لكن بشوف حالي ما عم بعمل إلا الشر بدي الشر عم بعمل الشر بدي أدس الله في جسدي في أفكاري في أفعالي بدي الفضيلي ولكن بشوف أنه الخطيئة بتغريني بتشدني بدي صون زواجي لكن بشوف نفسي مشدود للمغامرات العطفية بدي أعيش بفضيلي بلاقي حالي عمد إيدي على أشياء مش إلي بدي ألتزم بحياة الإيمان لكن مجرد ما أصدقاء يتمسخروا على الإيمان بلاقي حالي مش قادر حتى تدافع عن إيماني ويمكن فيه شي بالخطيئة بيخلينا مشدودين إلها أول مرة ذكرت أو ذكرت كلمة الخطيئة بالكتاب المؤدس كان بقصة قيين وهبيل الله الله قال له لقيين إن أحسنت أفلا رفع وإن لم تحسن فعند الباب خطيئة رابضة إليك اشتياقها وأنت تسود عليها خلينا نشوف شغلتين كتير مهمين هون عن الخطيئة بلسان الله إليك اشتياقها أنت مشتاء للخطيئة عم تشدك ولكن أنت تسود عليها أنت تسود على الخطيئة الخطيئة ما قلها سلطان على الإنسان الله أعطى الإنسان سيادة حتى على الخطيئة بقوة الخيار بحرارة الروح القدس بالوعي إذا كنا دايما وعيين لإحتياجنا وإذا قدرنا نميز وين مصدر شبعنا الحقيقي الشبع يلي ما بوصلنا للدمار قوة الخطيئة أنه دايما بتحسسنا أن الحل الأفضل والحل الوحيد للشي يلي نحن محتاجين وحتى نعالج الشعور الرهيب يلي مسيطر علينا هذه هي قوة الخطيئة بترس لما نكر المسيح كان خايف الخوف خليه للكزب والخياني قبيل الكتاب المؤدس بيقلنا كان مغطاذ اغطاذ قيين لأنه الرب قال له فيك تكون أفضل من هيك فيك تكون مثل خيك اغطاذ الغيظ عند قيين وقديش فيه غيظ بقلوبنا خليه يطلب الانتقام الانتقام خليه يقتل خيه فإذا الخطيئة دايما بتحسسنا أنه ما عنا إلا هيدا الحل حتى نتخلص من الشعور الرهيب المؤلم يلي مسيطر علينا الخطيئة بتخلينا نفكر أنه هي الحل الأفضل والحل الوحيد بالوقت يلي نحن تعبنين أنا محتاج لحب بخون بزني أحوالي المدية تعباني بسرق بزيف بزور عندي غيظ بقلبي وحقد بحسد بدمر سمعت أصدقائي واقع الشر أنه نحن لما منشعر أنه نحن ضعاف وهشين منحس حالنا بخطر لما منحس أنه ضعاف منحس حالنا بخطر لما منحس حالنا بخطر منصير عدائيين وبيصير عندنا رغبة وإدرة أنه نقذي أنه نعمل الشر خليني أرجع على صلاة الرب يسوع لأجل بطرس الرب يسوع قاله صليت لك لكي لا يفنى إيمانك بطرس باللحظة اللي أنكر فيها المسيح حلف ولعن وقال ما بعرفه حلو عني ما بعرفه أنكر إيمانه نحن منشوف أنه إيمانه فيني انتهى أنكر إيمانه أنكر أساس إيمانه المسيح لكن اكتاب المقدس بيقالنا لما صاحب ديك بطرس تذكر كلام الرب وبكى بكاء مرًا هيد الدموع هي دموع الإيمان مش فناء الإيمان دموع الإيمان هي اللي بتخلينا نشوف احتياجنا من جهة ومن جهة أمانة الله فسادنا من جهة ومحبة الله رغم كل سوقاتنا بتفرجينا من جهة بشاعة أفعالنا لكن من جهة تاني قدين نحن نرفض السقوط قدين نرفض الإنحدار قدين نشتهي نظافة الضمير والأرب قدين نعرف إنه في شي جواتنا لازم يتصلح هيد الدموع هي رغبة تصليح المكسور داخلنا شفاعة المسيح الدايم لأجل كل مؤمن لأجل كل محتاج إلى التوبة بتسبق ضعفنا ومحبة الله بتسبق سقوطنا ومثل ما قالت في نعم لا تقاوم تشتغل بحية المؤمن لقد صليت لك لقد صليت لك لكي لا يفنى إيمانك لكي لا يفنى إيمانك إذا في دموع بقلبك اليوم ربعا بيقلك صليت لك كي لا يفنى إيمانك لا يفنى إيمانك بالله بالصلاح وبقدرتك إنه ترجع توجه حياتك نحو الخير الكتاب المقدس بيعلمنا إنه لا يتباطئ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطئ لكنه يتأنى علينا ليه وهو لا يشاء أن يهلك أناس أو أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة هذه هي مشية الله الصالحة لحياتنا أن يقبل الجميع إلى توبة بهذه الحلقة حكيت عن الوعية اللي بتعمل الخطيئة بحياتنا بالحلقة الجاية رح أحكي شو هي الخطوات العملية الإيمانية الروحية اللي فينا نعملها فعلا حتى نخرج من مشاعر العار ونبني حياتنا من جديد ونرجع نستعيد براءتنا وفرح خلاصنا وعلاقتنا بأمنها اشتركوا في القناة